اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كما فضل شيخنا ونحن نتكلم عن حدود الطاعة لما ذكر شيخنا آية وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما ولكن هناك حدود وصاحبهما في الدنيا معروفة هذا المعروف وهذه الصحبة في الدنيا سواء على حساب الدنيا أكيد هو على حساب الدنيا على حساب الدين أكيد هذا يعني ليس فيه مجاملة لكن على حساب الدنيا وصاحبهما في الدنيا معروفة هذه الصحبة لها حدود أكيد حدود طاعة الأم أو الوالدين بشكل عام حدود طاعة الأم حدود طاعة الوالدين فلا بد أن هناك حدودا لابد أن نقف عندها هل البر يكون كاملا مجتملا على كل ظروف الحياة وكل ضروبها وكل حالاتها أم هناك حدود يجب أن يقف عندها الأب والأم مع الولد والولد مع الأب والأم هل يرضى منهما بكل شيء هل يقف معهما عند حدود معينة ولا بد أن نسأل هذا السؤال لفضيلة شيخنا شيخنا الحبيب حدود طاعة الوالدين أو كما أحببت أن تقول حدود طاعة الأم وتفرع للوالدين فما الحدود عند الوالدين فذك الله أحمد الله على جلائل نعمائه ودقائق ألائه سبحت بحمده الأفلاك الدائرة والسحب الماطرة والبساتين الزاهرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد أحمده حمدا ليس له نهاية وأقر له بالتوحيد فكم دلت عليه من آية تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الملك وصول من زبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأصلي وأسلم على أمينه على وحيه وخليله من عباده ونجيبه من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه ومشى على طريقه ودربه إلى يوم الدين تبرأت من حولي وقوتي ولذت بحول الله وقوته فلا حول ولا قوة إلا بالله طبعا يقول العلماء طاعة الأم وطاعة الوالدين هي مقدمة في جميع الأعمال حتى على نوافل الطاعات والأعمال حتى على نوافل العبادات كصلاة التطوع مثلا من كان في صلاة تطوع ثم ناداه أبوه ونادته أمه فليقطع الصلاة ولهذا في صحيح مسلم ما بوابه النووي على صحيح مسلم والذي وضعت التبويب لصحيح مسلم من هو النووي رحمه الله بواب قال باب تقديم بر الوالدين على صلاة التطوع وغيرها ثم استدل بحديث أبي هريرا حديث جريج العابد تخيل في صلاة التطوع تخيل أنت بين يدي الله في صلاة التطوع غير الفرض يعني غير الفرض نادتك الأم أو الأب طبعا لسبب يكون هنا لسبب شرعي قد يكون لسبب مقصود فتقطع الصلاة وتأتي إذا كان الشيء لا يؤخر إذا كان الشيء من عادته أنه لا يؤخر لذلك لما ماذا فعل مسلم ذكر حديث جريج العابد المشهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة ذكر عيسى بن مريم ثم قال صاحب جريج ما قصته ما قصته قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كان جريج عابد في بني إسرائيل يتعبد في صومعته فجاءته أمه فنادته حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صفة المنادات يعني حتى يعني رجال الإسناد وصفوا هذه الصفة يعني قال حميد وصف لنا أبو رافع ما وصفه أبو هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تنادي ولدها قال فوضعت كفها فوق حاجبها ورفعت صوتها ورأسها تنادي لأن كانت الصومعة في أعلى الجبل كانت تنادي عن مكان بعيد هكذا تغطي الشمس وترفع صوتها سبحانه ورفعت صوتها وضعت كفها فوق حاجبها ورفعت صوتها تنادي يا الله تقول يا جريج يا جريج كلمني طبعا فصادفته هنا المصادف معنا الموافقة نعم فصادفته والمصادفة أفضل من كلمة صدفة تقول مثلا بعض الناس يقول صادفه مصادفة لا تقول صادفه صدفة صدفة من صدفة بمعنى ما لا تقول صادفة ومصادفة المهم فصادفته فصادفته يعني وافقته مصادفة هنا مع الموافقة وهو يصلي فقال في نفسه أمي وصلاتي اللهم أمي وصلاتي فاختار صلاته يا الله في رواية أخرى ثم جاءت من الغد الثانية وفعلت كما فعلت في الأولى وقالت يا جريج أنا أمك فكلمني فقال في نفسه أمي وصلاتي فاختار صلاته يا الله فغضبت أمه يعني أخذت لبالها فقالت اللهم إن هذا جريج هو ابني وإني كلمته فأبى فأبى أن يكلمني يا الله اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات يا الله المومسات يعني الزانيات دعت عليه بالفحش لا يرى وجوه رؤية وجوه المومسات والبغاية والفاجرات هذا من العقوبات فقط مجرد الرؤية يا الله فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات قال ولو دعت عليه أن يفتل فتن يا الله طبعا في رواية مسلم وفي رواية البخاري قال فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وكان من بينهم امرأة بغي يتمثل بحسنها ما معنى يتمثل بحسنها يضرب بها المثل أنها امرأة غيداء حسناء فعصابها شيء من التحدي فقالت إن شئتم لأفتننه عن دينه صفة هذه البغي فماذا فعلت قال فجاءت إلى جريج وعرضت نفسها عليه فأبى واعترض وامتنى سبحان الله انظر يعني أثر العبادة في نفسه فامتنى وسبحان الله كأنه مردغ كبرياءها مردغ كبرياءها في التراب وهذه امرأة فاجرة يعني كانها خسرت المعركة مع مراهنت يعني خسرت الرهان وارادت أن تنتقم ماذا فعلت فذهبت إلى راع ضأن يأوي إلى صومع أو يأوي إلى جبل فأمكنته من نفسها بالفاحشة فوقع عليها وفعل بها الفاحشة فحملت منه يا الله لذلك سبحان الله يعني كما يروع عن ابن مسعود النساء حبيل الشيطان يعني حتى قال ما عجز الشيطان عن أحد إلا أتهوا من قبل المرأة ورد أنه ينادي المرأة يقول أنت نصف جندي وأنت سهم الذي أرمي فلا أخطي يا الله وذلك أشد فتنة أشد فتنة على الأجيال وأشد فتنة على الرجال والشباب هي فتنة النساء وأنت ما تراه الآن يعني ما تراه الآن من أعظم الفتن المنتشرة مع وسائل التواصل الاجتماعي ما هي هي فتنة النساء هي فتنة النساء هي والله يعني أنا أقول دائما ما فرح الشيطان بشيء كفرحه بتسهيل هذه الفتنة وتزين هذه الفتنة قال فأمكنته من نفسها فحملت حملت منه بالزينة فلما ولدت ولدت غلاما جاءت على قومها وهذا من جريج فقالوا من أين هذا الولد فقالت هذا من جريج قالوا هذا جريج العابد وانظر الناس كيف تصدق الإشاعات وخاصة على أهل الدين الله يعني أخذ منها أن الناس دائما يصدقون الإشاعات على أهل الديانة قال فقاموا إليهم بفؤوسهم ومساحيهم المساحية الصابة الفؤوس فقاموا إلى ديري إلى صومعته فكسروها وكذا وكذا قال وكان يصلي فلما أكمل نزل إليهم وقالوا له أنت كذا وكذا وهذا ابنك من الزنا فقام فتوضى ثم صلى انظر أهل الديانة أرباب اليقين إذا حزنهم وحزبهم أمر فزعوا إلى الصلاة تنحل العقد وتفرج الكروب أرحنا بها يا بلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة لنا المدد يأتيه المدد من الله فقام في رواية أخرى قال مسح على رأس الصبي وفي رواية أخرى قال فطعن في بطنه فقال أيها الغلام من أبوك فقال أبي الراعي الله وخف البهد هذه الكرامة من كرامة أولياء الله هذه الكرامة فقال أبي الراعي فلما رأوا هذا المشهد ندموا وأقبلوا على جريت في رواية يقبلونه يتمسحون به على ما كانوا يعتقدون يتمسحون به وقالوا إن شئت نبني لك الصومع من الذهب والفضة بدل بكسروها بدل بكسروها بعد أن بانت الحقائق سبحان الله فقال لا أعيدوها ترابا كما كانت ثم علها أترى معي أو أترى معي أن دعوة أم جريج أصابت كثير من الشباب في زماننا الذين ينظرون إلى الأفلام الإباحية القدرة أيها الله ألا ترى معي أن النظر إلى الأفلام والإباحيات وإدمان الإباحيات هي عقوبة من الله لأنها دعت عليه أن لا يموت حتى يرى وجوه الممسة ووالله ما فرح الشيطان في هذه الدنيا كفرحه بالأفلام الإباحية هذه سهلت وسوقت مهمة الشيطان تسويق للرذيل بأخصص صورها لذلك منعها هذا واجب الديانة واجب الديانة والصيانة حفظ لأخلاق الأمة ولعقولها حفظ لعقولها ولأخلاقها ولقلوبها يعني بالله قل لمن أدمن النظر إلى هذه الإباحيات هل يقاتل عدوا هل يجاهد نفسه هل ينفع بلدا هل ينفع بلدا هل منتج ولا شيء ولا شيء معطل عقل هل ينفع بلدا هل ينفع بلدا استهواه الشيطان واستذله واستذله الشيطان فأنا أقول كثير من الشباب أصابته دعوة أم جريت فهو ينظر إلى هذه الأفلام القادرة وسبحان الله يعني وكان هذا من العقوبة الله لاحظ يعني وهو يصلي في الصلاة أخذ منها العلماء أنه يجب في هذه اللحظة نادته أم أن يقطع صلاة التطوع وحمل الصلاة هنا على التطوع طبع صلاة التطوع لذلك هذه دعوة الأم مشتجابة قال ولو دعت عليه أن يفتن لفتن في حديث في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات لا ترد قال دعوة الوالد لولده ودعوة الصائم ودعوة المسافر في رواية أخرى قال ثلاث دعوات مشتجابات لا شك فيهم قال دعوة الوالد على ولده الله يعني لولده وعليه ودعوة المسافر ودعوة المظلوم في الرواية الأخرى دعوة الصائم أنا تدبرت هذا السياق طيب ما الناظم ما الناظم نظرت وتأملت وفكرت فقدرت فقلت سبحان الله الخيط الجامع بين هذه هو رقة القلب وضعف وافتقار الإنسان صحيح لاحظ المسافر فقد الأحباب والأصحاب رق قلبه الغربة كربة ولكنها دربة فرق قلبه وانكسر قلبه فهو ضعيف وغريب فقلبه ضعيف الصائم الصائم الذي ترك الجوع وشبعت الروح وتقربت إلى بارئها وخالقها فرقت فيه رقت القلب والذي يصوم بحق وحقيقة يشعر هذا الشعور ويستشعر بجوع الجائع وأكبر دليل أنه يتقرب إلى الفقراء لأنه شعر بجوعهم على هذا المعنى وأيضا دعوة المظلوب أكثر الناس إن كسر قلبه في هذه الدنيا المظلوب أكثر من كسر قلبه في هذه الدنيا هو المظلوب ثم دعوة الوالد على ولدها التي ربت والتي أطعمت والأب الذي رباه بعرق الجبين وبكد اليمين ثم خرج هذا الولد شاقا عاقا كسر قلبه كسرها طبعا فالسر هنا في استجابة الدعاء رقته قلب الافتقار انكسر القلب لذلك قال العلماء من افتقر وانكسر قلبه ستجيب الدعوات لأن القلب قالوا كالقوس والانكسار والافتقار هو وتر فكلما كان مشدودا هذا الوتر انطلق سهم الدعاء سريعا الله أكبر انطلق سهم الدعاء سريعا إذا كان يقول للأباء والأمهات تمهلوا مهلا مهلا قبل الدعاء على أولادكم جاء الرجل إلى الحسن أو إلى سفيان الثوري فيشكو ولده يقول هذا الولد بطل رد عليه هذا الولد كذا هذا الولد قال تدعو عليه كثيرا قال نعم قال أنت أفسدته الله أكبر الدعاء على الأولاد يفسدهم تصيبهم الدعوة تصيبهم الدعوة تصيبهم الدعوة الله لا يريح بالك الله يبعدك عني الله يكذا وكذا هذا كله يصاب فيك وهذا الإنسان يقع فيه والله يقع فيه وهذا والله من يعني من الفواقر ومن البواقع التي تكسر القلوب صحيح دعوة أب على أبنائه ودعوة أم على أبنائها شيخنا لم يقول الله يلعنك ويبعدك ويلعنك طبعا أنت بتلعن فيه طبعا هو في بيتك إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصاب دابة ملعونا قالوا دعوها فإنها معوها لو هي دابة لماذا نزعت البركة من البيوت بهذا بالكثرة اللعن بالدعاوة كثرة اللعن الله وحف لذلك ذكروا عن الإمام الزمخشري رحمه الله صاحب الكشاف وهو إمام صحيح أنه معتزلي الاعتقاد لكن يستفاد منه من الجوانب البلاغية والبيانية نعم وفي الناس لا بد أن يقال نعم لا بد الإنسان أن يكون منصفا فالإنصاف هو حلة الأشرة هذا الرجل لو ذعي المعي في جانب في جانب البيان والبلاغة نعم فاخذ ما صفا ودعم ما كدر ودعم ما كدر وهذا فيه فواد عجيبة حتى السكاكي الذي كتب في البلاغة كان أعرج والزمخشري قطعت رجله وكان أعرج فقالوا لو لا الأعرجان لجهلت بلاغة القرآن يا سلام يا سلام الزمخشري رحمه الله أصابه العرج ثم قطعت رجله ولها قصة يحدث هو عن نفسه قال لما دخل بغداد حتى أنه اتخذ جارا من خشب كيف رجل خشبي رجل صناعي رجل صناعي رجل خشبي فلما دخل بغداد على دابته كان يظن أن الرجله قد أصاب هذا بسبب البرد الشديد بسبب برد خوارزم وهو من خوارزم شاه فلما سئل عن قطع قدمه فقال أصابتني دعوة الوالدة الله أكبر فسألوه وما دعوة الوالدة قال لما كنت في صباي قد أمسكت عصفورا وربطت رجله بخيط قال فأفلت مني ودخل في خرق قال فجذبته فجذبته فقطعت رجله يا الله فقالت والدته وقد تألمت يعني عاطفته حتى على الحيوان فتألمت قال قطع الله رجلك كما قطعت رجله يا الله أصابته الدعوة أصابته الدعوة قال فلما كبرت في سن الطلب قال سافرت إلى بخارة الله قال فسقطت عن الدابة فكسرت رجلي وغرغرينة ثم عملت علي عملا أو جبقطعها الله أكبر عملت علي عملا أو جبقطعها أصابته هذه الدعوة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم حذر الأباء والأمهات قال لا تدعوا على أموالكم حتى على الأموال يدعو على سيارته يدعو على بيته يدعو على متاعه بيستغرش مع الصبح بيبلش يدعي عليها سبحان الله قال لا تدعو على أموالكم لا تدعو على أولادكم فإنه لا يوافق ساعة لا يوافق ساعة يعني ساعة استجابة في النهار فيسأل فيها عطى إلا استجاب الله حتى وإن كان عليك فهناك ساعة من نهار ربما توافق هذه الدعوة يا الله ففي هذه اللحظة يهلك الإنسان في هذه اللحظة يهلك فلماذا يدعو بالشر على نفسه وعلى أمواله وعلى حاله بعضهم يدعو على حاله ويدعو على أولاده وينطق بالشر على نفسه وعلى أولاده وورد في الأثر البلاء موكل بالمنطق البلاء موكل بالمنطق ربما ينطق بكلام يصيبه ويقول ووافق ساعة استجابة يوافق هذه الدعوة فذلك الإنسان العاقل لا ينطق إلا بالخير سبحان الله لا ينطق إلا بالخير ولا يستعجل وأقول لكثير من الشباب احذر كما قال الشاعر عن الأم إذا التفتت إلى السماء بطرفها فكن حذرا من أن يصيب قلبك السهم وفي آية التأفيف للمرء مقنع ولكنه ما كل عبد الله فهم الله ولكنه ما كل عبد الله فهم الله أكبر فهذه والله من الصواعق ومن البواقع دعوة الوالدة ودعوة الأب على أبنائه هذه والله قاسمة الظهر وهي القاتلة هذه قاتلات للبركات مدمرة للبيوت والإنسان العاقل دائما ماذا يفعل؟ يحلب ويستجلب الدعاء من والديه صحيح هذا من التحايل المحمود أن يتحايل على والديه ماذا؟ بجلب الدعاء بجلب الدعاء قال بجلب الدعاء كما قال العاقل يقول إنما أسير في هذه الدنيا بدعوات أمي العاقل دائما يقول أنا لا أسير في هذه الدنيا ما حصلت على التوفيق والتفوق إلا ببر والدتي أنا أعرف أناس أعرف أناس وصلوا وحصلوا وصلوا وحصلوا بدعوات أمهاتهم الله الله فأحذر أن يصيب قلبك السهم ففي آية التأفيف للمرء مقنع ولكنه ما كل عبد الله فهمه الله فلذلك تقدم إذا كانت تقدم على الصلاة على صلاة التطوع فما بالك بغيرها ذكروا عن زين العابدين وهو من سادات التابعين أنه كان من أبر الناس بأمك سبحان الله فقيل له فقيل له نراك من أبر الناس بأمك ولكن لا لا تأكل معها لا تأكلوا معها فقال أخشى أن تسبق يدي إلى لقمة تريدها فأكون قد عققتها الله تخيل سبحان الله هذا 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 بر البر كبير إذا كان هناك بر عام هناك بر خاص الله قال أخشى أن تسبق يدي إلى لقمة تكون هي نظرت إليها الله أكون أنا أخذتها فأكون قد عققتها فلذلك حصلت البركة في حياتهم وحصل الذكر لهم صحيح حصل الذكر لهم هناك فرق كبير بين مبرور الوالدين وملعون الوالدين الله نحن نستخدمها من فلان ملعون الوالدين الله كرمك الله بس منقول كثير مبرور الوالدين فرق كبير بين ملعون الوالدين ومبرور الوالدين مبرور الوالدين الله هذا فرق كبير لا يتفطر له من المبرورين المسعودين الموفقين آمين يا رب فلذلك هذا الشيء حتى يعني شوف الكبراء والأماثل الأمجاد الأمجاد شريح ابن حيوة محدد كبير شريح ابن حيوة هذا كان من المحددين كان يجلس في مجلسه مئات من التلاميذ يجلس على كرسيه يعلم الناس أمه تدخل على المجلس امرأة كبيرة في السن تقول يا شريح اذهب فأعلي في الدجاج يجلس بين الناس ما يتكبر الخسيس الذي يتكبر على والدي هذا فيه ضع وخسة ورذالة ودناء أما البر هو صفة أهل النبالة الله أهل النبالة وخدمة الوالدين شرف أنا أقول ليس بعده شرف بل أنت تعلم بخدمة والدك فقالت يا شريح أمام التلاميذ هم فأعلي في الدجاج ما قال تأخر بعد قليل كما يقول بعض الغلمان في هذا الزمان هم فيه بالدار غير أنا لا تتكلم هم لا يوجد غير أنا فلان روح جيب يعني موجود هذه العبارات ويتأفف ويتضجر ويتمل والعياذ بالله قال فشق الصفوف قام عن كرسيه فقال حاضر يا أمة هذا هو يعلم الناس قال لبيك يا أمة فقام عن كرسي التحديث وشق الصفوف وذهب فأعرف الدجاج ثم رجع فأكمل درسه الله أكبر هذا هيك شيخ هو شيخ يعلم الناس الآن فيه تلاقي قاعد مع أصحابه بالاستراحة صدقت بترن أمه بفصل بفصل بعدين إذا رد عليها صدقت والله بفعط بوجها أنا بدي أسولف في العميزة صدقت كلم والله يعني بفعط بوجها وأنتي ما شايفيتني بفصلك طب إنت شو بتساوي بتحضر مباراة نعم أحسنت برشلونة ولا ما دريدها من أمك أحسنت والله الأمر مخيف وهذا يعني أنا بأشوفه بعيني ليس أني بأسولف من بعيد ولذلك لاحظ لماذا يعيشون في النكد والتعب والكبد وعدم التوفيق في الحياة لأنهم ضيعوا جانب الأب والأم أقول لكل شاب والله لن تتحصر على البركة من جميع جوانبها إلا ببر الوالدين بالدعوات إلا بهذه الدعوات وهذا من التحايل الذكي التحايل الذكي أن تستجلب وأن تحلب الدعوات من الوالدين فهذا لا يتفضل له كثير من الناس وكثير من الناس يعني نفسه وضجره وطبيعته النكدية تضي عليه الخير الكثير 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 نعم شخم بذكر أنت تكرت مرة البخاري كأنه شفيا من العمى بدعوة أمه نعم ورد هذا أنه عمي في أول حياة نعم فرأت إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن لم تخني الذاكرة نعم فرأت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وشكت إليه فدع الله عز وجل له فأصبحت وقد أرجع الله بصره الله أكبر سبحان الله والفضيل بعياض إذن صار إمام للحرمين بدعوة أنا دائما قلتها وأقولها يعني قلتها قديما نعم وحاضرا وأقولها إن شاء الله في المستقبل لن تجد رجلا من الأمجاد الأمجاد الأماثل الكبراء يا سلام الذين كان لهم حظوة وأثر على الناس إلا مرة بقناة البر الله 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 إلا مرة بمرحلة البر الله يعني أنا لا أتصور إنسان وصل إلى ما وصل طبعا من الزهادة والعبادة والعلم والعمل وكان عاقل إلا بدو يكون مرة بمرحلة إلا بمر بقناة البر يعني هاي مصفا هذا وصل إليها هذا وصل إليها سبحان الله وانت تشيخنا وانت تتكلم عن قبل ما أسأل السؤال الثاني وانت تتكلم عن الجالبة للحظ الدعوات الجالبة للحظ نعم الآن احنا نتكلم عن الدعوات نعم لأن في قنوات على تلفزيون تافهة قنوات ساقطة بأخذ مصاري الناس بالباطل نعم جالبة الحظ جالبة الزوج الصالحة نعم جالبة الوظيفة جالبة المال ولمس لك الشرع بين يديه لش تروع القنوات الفاسدة وعندك الدعوات الصالحة قالوا كمن أضاع حذاءه وولده فانشغل بالبحث عن حذائه ولم يبحث عن ولده يعني يبحثون عن الحظ من طلق غير شرعية غير شرعية يعني من فوق حرام وكذب ونت ترك البرد الذي يجرب لك الحظ والزوج الصالحة والمال والوظيفة طب شيخنا الآن في ناس تقول يعني هذا السؤال يطرب كثيرا من القلوب والعقول في الناس كثير أنت تتكلم عن دعوات ودير بالك أمك ولا تتزعلها وأبوك لا تزعله وبد أنك دعوته الصالحة وبد أنك تكون بار ومشعاق طب والزوج الورطة يا شيخنا الورطة في كبيرها نعم بين الأم والزوج بين الأم والزوج تحت المعارك الآن الآن لو خلينا نجه باب شرعي قبل نصرف على الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي رفقا من القوارير أصيكم بالنساء خيرا وها كانت زوج عائشة تقول خير ناسي لأهله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفس الوقت أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ونفس الوقت وإن جاهدك على أن تشرك بالميزان الميزان الشيخنا كيف كيف البر والرضا إن أنا أمي أحتاج إلى برها وزوجة البر والعدل والعدل وزوجة إحسان أحتاج إلى إرضائها البر درجة أعلى من العدل قال الإحسان قال لم يقل بالوالدين عدلا بل إحسان بل إحسان أنه يكون مرتبة أعلى مرتبة أعلى طيب شخنا نحن بين البر والرضا نخلي كمان الواحد بده بده نكد بدار نعم يعني بدنا الطرفين نوازن هون و هون فكيف يكون الجمع بينهم أحسنت أنت تسأل أنت تسأل عن المعارك التي لا تنتهي يعني بين الأم والزوجة وكثير من الناس يعني أصابه النكد والتعب كيف يجمع مرات بيكون نحن نكون صادقين مرات بيكون الحق لا يريد أن يرجح هو يريد أن يجمع يجمع وفيش ترجيح والجمع أولى من الترجيح على مذهب علماء الوصول طبعا أنت سألت عن شيء يعني يعيشه كثير من الناس الأم والزوجة أنا أقول دائما وأقولها لكل متشكل نعم لكل متشكل أقول دائما التعامل مع الأم يحتاج إلى ذكاء وفطنة وزكانة وفطنة شميل لابد أن يحتاج إلى أنا قلت التحايل المحمود هناك نوع من التحايل المحمود ولذلك العرب دائما تقول رب حيلة أنفع من قبيلة التعامل مع الأم يحتاج إلى حكمة إلى فطنة إلى زكانة إلى فطنة يعني يقول لزوجتي هذه الكلمة يعني وما أجملها من كلمة يقول لزوجتي أنا طريقك إلى الجنة وأمي طريقي إلى الجنة الله فأطيعيني حتى أدخل الجنة وأعينيني على طاعة أمي حتى ندخل الجنة الله 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 طيب الله الفاسق يقنعها يقول طريق الجنة للمرأة من أين إذا أطاعت زوجها وصلت خمسها دخلت جنة ربها في الحديث أقول لكل إمرأة زوجك هو طريقك إلى الجنة وذلك ورد في الحديث إن الله لا ينظر إلى زوجة لا تشكر زوجها والله الزوج يعني إلها طريقين طريق الأم للجنة وطريق الزوج أكيد يعني مش زي اللي زال بك حتى قالوا حق الزوج أعظم أعظم نتفرق في الدنيا شقاق ونزاع وتتحول كثير من الأسر إلى فرن إلى أتون من الجحيم والنزاعات والشقاق وإلى تنور من السباب والشتائم والسخائم والحقد بماذا بسرر عدم فهم الميزان صحيح مش يادري وازن لذلك قال الله عز وجل والسماء رفعها ووضع الميزان الميزان هنا في الدنيا العدل الله الله بالعدل قامت السماوات والأرض العدل نظام الحياة لا حياة بغير عدل العدل في كل شيء حتى مع نفسك ومع الآخرين ومع الحيوان ومع الإنسان بل قالوا بالسماوات السماوات والأرض قامت بالعدل لا أريد أن نفصل في مسألة العدل فهناك في منزلة العدل أتكلم ثانيا الرجل يجب عليه أن يفهم الزوجة أن هناك حسابات أخرى لا تفهمها الزوجة صح لا تفهمها الزوجة وتكون عند الأم شيء كبير وكثير يعني أمثل بالسيارة بعض الأبناء يركب زوجته أمامه بالسيارة وأمه بالخلف هذا فيه جرح لمشاعرها هذا فيه جرح لمشاعرها لا تقول إجت سرقته مني لأن بعض الناس يظن فقط أن الغير بين الزوجة وضرتها لا أمك امرأة وأختك امرأة وتعيش بهذه المشاعر ونظرتها إلى الأخرى أنها ند يعني بهذا المعنى واصل واصل فكيف تركيبها بجانبك الزوجة والأم في الخلف صحيح والأم تقدم على كل شيء هو يجب أن يأتي إلى المرأة من الجانب العقلي يعني أن يفهم الزوج زوجته أن هذه حسابات تختلف وأنه يعني لا موازن بين الأم وبين الزوجة الزوجة لها حكم والأم لها حكم أنت شيئا فالأم تعامل بالإحسان والزوجة تعامل بالعدل والزوجة تعامل بالعدل أيضا فليذكرها دائما أنا أقول الزوج الحصيف الذكي دائما يذكر زوجته أنها ستكون في يوم من الأيام أما يعني أنا كنت أسمع من جداتي المباركات عليهن الرحمات اللهم أعني وكانت تقول يا كنه بيوم من الأيام رح تصير عمه الله جهيل يا كنه بيوم من الأيام رح تصير عمه فليذكر زوجته أنه بيوم من الأيام رح تصير أم تأتي كنه كما كنت كنه فماذا تفعلين وماذا تقولين وأيضا فليذكرها أن المشاكسات المشاكسة لا تزيد الأمور إلا حدة وشدة وتضرية وضراوة وينتشر النزاع وتشتت الأسرة تتشتت الأسرة يعني للأسف كانت الأسرة مكتملة فجاءت هذه المرأة التي يلكن ففرطت نظامها وكسرت عظامها الأخ لا يتكلم مع أخيه والإبن لا يتكلم مع أمه وأبيه وشتتت نظام الأسرة وكما قال بعضهم قال تبقى الأم تصنع من ولدها رجلاً عشرين سنة فإذا بإمرأة حمقاء تزوجته فحولته إلى صبي أهوج في عشرين يوماً الله أكبر يضيع الدنيا وأصبح أهوج وأعرج وأهوج وهائج ومائج يسب أباه وأمه ويضرب وقطعت الأرحام هذه المرة فكانت نذرة شؤم كانت شؤم وين العقل الموازني يعني الأصل أن تكون الزوجة ببركة بمنطقها وبفعلها وما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه الرفق قوة الرفق قوة لذلك يذكرها دائماً أن هذا يزيد من النزاع ومن الشقاق وبعدها دائماً إكرام الزوجة لأهل زوجها هذا يجعلها حظوة عند زوجها تفكر إذا أرادت أن تقترب من زوجها وأن يكون لها حظوة ومنزل عظمى عند زوجها ماذا تفعل؟ نهضره المقدمة وتعمل مشاكل تخدم ماذا؟ تخدم أبه وأمه وتكسب مودة الأقارب وتنال الدعوات المباركات وتسلم من الشقاق ومن النزاع ومن إدخال الفرقة الفرقة بين أهل الرحم صحيح وأيضاً والله أنا أقول دائماً وأقولها على كل منبر وفي كل درس أقولها دائماً أن المرأة التي تعامل بطيبة أخلاقها يدل على كرم النجار ونبالة نفس ويدل على معدنها الطيب وتربيتها ولذلك كان كثير من النساء أو بعض النساء كانت بركة ويمناً على أهل زوجها بركة ويمناً صح سبب ماذا؟ بسبب أخلاقها بسبب بيئتها الطيبة بسبب معدنها الطيب بسبب المحتد الأصل الطيب بسبب نبالة النفس أثرت أثرت على ماذا؟ على كل البيت كل البيوت أثرت على الأسرة أثرت على البيت قد يسأل سائل يقول طيب لماذا يحصل الخلاف؟ لماذا يحصل الخلاف؟ والأم هنا لاحظ التصور الأم تظن أن هذه الزوجة هي التي خطفت ابنها وأصبح الولد الآن خيره لغيري خير لزوجته كل لزوجته هذه الأم التي ربت ودللت وعطعمت قلنا هي أمرأة لها مشاعر فتظن أن الإبن قد خطف ومن الحب ما قتل ومن الحب ما قتل وطلق ومن الحب ما فرق ومن الحب ما دمر البيوت وفرق القلوب ومن البر ما يكون عقوقة ومن البر ما يكون عقوقة فماذا تفعل هذه المرأة؟ يعني بسبب تأجيج نار الغيرة هي أمرأة وللأسف بعض الأمهات لا تحب من ابنها أن يكون مسرورا وإذا وجدت إكراما منه لزوجته لازم تخرب خلص خلينا نتكلم إحنا صح هذا واقع والجانبين فيه انخفض هذا الواقع والوقع هذا موجود الإبن ماذا يفعل؟ أقول له تحايا يعني هل يصح بك أن تتغزل بزوجتك وأمام إذا كانت أمك من طبعه هذا هل يليق بك أن تتغزل بزوجتك وأن تنشر من فضائلها ومدائحها أمام أمك؟ لا طبعا لا وإحنا قلنا أول خطوة له العقل والفطان والبزان رب حيلة أنفع من قبيلة من قبيلة هو أن ينظر إلى الأمور يكون عنده ميزان وينظر إلى الأمور بالميزان وهو الذي يعرف كيف يتعامل مع هذا وأيضا هنا خطاب إلى الأم كما خاطبنا الزوجة يخاطبهم وقل أيتها الأم الكريمة أيتها الأم الكريمة أنت دائما تقولين أنك تحبين السعادة لولدك يومك وترومين السعادة لهذا البيت فلا تكون معول هدم وتخبيب وتخريب والله يا شيخ محمد دعني أقولها نفتت مصدور وفيضة ما الآن إنه من الجرائم الكبرى إفساد روابط العلاقات الزوجية وهذا من الكبائر هذا اسم التخبيب قال صلى الله عليه وسلم ليس منّا من خبب إمرأة على زوجها ليس منّا ورد في لفظ لا أدري إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مشهور ملعون من خبب إمرأة على زوجها العلماء قالوا التخبيب من الكبائر لأنه ورد فيه اللعنة ورد فيه اللعنة وليس منها ليس من أخلاق المسلمين تخبيب يعني التخريب الفتنة جعلوه من الكبار يعني تستحقذ الذن واللعن والطرد والإبعاد والنار فساد للروابط الزوجي قال العلماء التخبيب يعني قد يؤدي إلى إسعاد إبليس لأن إبليس الطلاق قرة عينه الطلاق قرة عين إبليس لا يفرح إبليس بشيء في هذه الدنيا كفرحه بالطلاق لأن الطلاق أنت تعرف إذا أخذ الأولاد الأب علمهم الحقد على أمه ويختتهم الأم شتت الأسرة وإذا ظلوا بالنص تفرقوا الشارع ربهم وشائج الرحم محبة ثم أصبح مشروع مجرم صح إذا بعض الأبناء يفسد فكيف إذا تفرق الأب والأم فالطلاق قرة عين إبليس التخبيب يساعد إلى الدمر فلتعقل هذه الأم أنها تفعل فعلا منكرا عظيما بتدمير بيت ابنها بالتخبيب والتخريب صحيح ليس مننا من خبب إمرأة على زوجها حتى أنه سبحان الله قد لا يحصل هذا أيضا الشيء يذكر قد لا يحصل من الأم قد يحصل أيضا من شاب من شاب يتلصص على أعراض المسلمين يخرب إمرأة على زوجها لتطلب الطلاق ليتزوجها لذلك كان من حكمة فقهاء المالكية أنهم قالوا بحرمة أو بتأبيد حرمة الزوجة المخببة الله أكبر يعني في مذهب المالكية أن من خبب إمرأة على زوجها حرمت عليه تأبيدا الله أكبر عملوه بضد قصده وعمل لكل عامل بنيته واسدد على المحتالب بحيلته لذلك لاحظ الذي قتل قال لا ميراث لقاتل الذي قتل أباه ليستعجل الميراث يحرم من الميراث وقاسوها على هذا قال والذي خبب إمرأة ليتزوجها المالكية أفتو أنه تحرم عليه تأبيدا أيضا الله أكبر عملوه ضد قصده زي الوارث زي القاتل الوارث فنقول لهذه الأم التي تسعى إلى أن تكون معوى الهدم وتخريب وتخريب أنت ارتكبت أولا جريمة في حق فلدة الكبد وجريمة في بيت ابنك وسبحان الله يعني وقع الأولاد والأطفال والأسرة وقعوا في ذمتها صحيح وتدمرت الأسرة شذر مل أيضا نقول لا تجعلي غيرتك أيتها الأم لا تجعليها نار موقدة تعكر صف الحياة الزوجية تثير القلاقل والفتن والبلابل في الأسرة الإب المهموم ومكدود وكذلك الزوجة وكذلك الأولاد تنظر إلى هذا البحث صلال كبير بيحدث ولا تستسلمي أقول للأم لا تستسلمي للخيالات والأوهام التي تعكر الصف وتقول قصدت كذا وقصدت كذا والله بعض النساء من ذوات الخلق والدين ولذلك تجد يعني بعض الأمهات تتجنة تقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وقصدت كذا تثير الحقد في قلبي ولدها تغر الصدر تثير وحر الصدر من أجل طلاقها من أجل التخلص منها فقل عامليها برفق ولين إن بدرت منها بادرة أين الدين النصيحة الله إن بدرت منها أين الدين النصيح أين الرفق ما دخل في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة صحيح أنا أقول دائما لكل أم اجعليها أو كوني لها أما تكون لكي ابنة كوني لها أما لا تتعامل أيتها الأم مع زوجة ابنك بالند بالند والضر بالضر كوني لها أما تكون لكي ابنة يعني تعتبرها شكنة تعتبرها ابنة ابنة في هذا المعنى تسعدين وتسعدين أيضا هناك من الخطل ومن الظلم ومن الحيف والجور أن بعض الأبناء فاهم البر غلط يظن أنه إذا ظلم زوجته تقرب إلى بر أمه صحيح يجب أن أتكلم وأن أفتح الأوراق فاهم البر خطأ صحيح فاهم البر خطأ يظن أنه إذا أهان الزوجة وآذى الزوجة وضرب الزوجة يظن أنه تقرب إلى بر أمه فكان كمن فر من المطر إلى الميزاب يو الله السماء رفع ووضع الميزان الميزان العدل أنت أصبحت ظالما أصابك الجور والحيف والظلم والظلم مرتعه وخيم وبعدين هناك ليس كل مخالفة للوالدين تكون من العقوق هذه حلقة كاملة لا شك ليس من العقوق صحيح لما جاء رجل إلى الإمام أحمد محمد أقولها للأحبة مشاهدين مشاهدات جاء رجل إلى الإمام أحمد محمد قال إن أبي يقول لي طلق امرأتك طلق كما فعل قال طلق امرأة قال وأنا أحبها فقال له الإمام أحمد انظر الفقيه فقيه النفس فقال له لا تطلقها حتى لو أمرك أبوك لا تطلقها قال يا إمام إن عمر بن الخطاب أمر ابنه عبد الله ابن عمر في طلاق زوجته قال حتى يكون أبوك مثل عمر ففعل يقول العلماء إن عمر لم يأمر ولده بطلاق زوجته إلا لسبب شرعي يستحيل على عمر أن يفرق رضي الله عنه عمر اللي جمع الأمة اللي جمع الأمة قاله وراء شيء ربما تكون هناك بعض مفاسد أخلاقية يراها العم على زوجة ابنه ويكون الولد غافلا عن ذلك بتش يبين له مثلا بتش يعمل مشاكل بتش يبينها أيوة فهو ينظر ببصيرة وبحصافة وبذكاء هو العادل الفاروق الذي عادل بين الأمة كاملة ما أقوله بده يخرج بيتك قال يستحيل أن يفرق هكذا إلا لسبب شرعي هو عنده علم يقين حتى يكون أبوك مثل عمر فكتا طلق قال له حتى يكون أبوك مثل عمر طلق لذلك بعض الناس يعني للأسف بعض الناس يفهم البر أنه بالظلم وبإهانة الزوجة لا والله والله لا أمك بررت ولا زوجتك عدلت والله أنت أصبحت من الظالمين ومن الجائرين فأعطي كل ذي حق حقه الأم لها حقها والزوجة لها حقها وأنا أقول دائما لا تضع أمك مع زوجتك هذه لها حكم خاص وهو حكم الإحسان أو الوالدين إحسانا والزوجة لها حكم خاص هو حكم العدل عدل ورفقوا لي مما يذكر إن بقي وقته معنا دقيقة ورص شيخ مما يذكر أنه صخر ابن عمر الشاعر المشهور نعم هو أخو الخنساء بنت عمر نعم الصحابية الجليلة النبيلة نعم شاعر هذا صخر دخل في معركة فأصابته جراح وهو كان شجاعا مدحته أخته نعم قالت لما قالت أذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي الله ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلتوا نفسي يا الله ولما قالت طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد القصيدة البشهورة وكان شجاعا فأصيب بجراحات له أم مصخر وزوجة الأم حانية مشفقة عليه راجية لبقائه وعافيته والزوجة تضجرت وتبرمت دايما حب الأم للأسف يعني أقولها يعني الواقع يشهد حب الأم حقيقي حب الأم حقيقي لذاته الزوجة ربما أحبت لمصلحة كثرة مال من أجل أولادها ولذلك بعض الأزواج إذا فقد ماله زهدت الزوجة فيه أو إذا فقد قوته الجنسية أيضا تفقد فيه وهذا ليس لا حياء في العلم نعم نعم ولا أقول في الدين لأن الدين كل حياء وإن الله لا يستحمل حق إذا فقد شيء من قدرته الجنسية زهدت فيه كما حصل مع الشاعر صخر فكانت أمه إذا سئلت بقي أكثر من سنة يطبب ويمرض فكانت أمه إذا سئلت عنه ماذا تقول تقول انظر الأم قالت نحن بخير نحن بخير ما رأينا سواده بيننا الله أكبر مجرد أنه خيال لو خياله موجود نحن بخير الله أكبر وإذا سئلت زوجته ماذا قالت قالت لا حي فيرجى ولا ميت فينعى وينسى يا الله فيش منه فايد حصلت قصة آلمت قلبه فقال أبيات ما القصة تخمعنا دقيقة بس سمعها سمعها تتكلم مع ابن عمها أمام البيت فنظر إليها إلى كانت تسمى سلمة فقالها أيباع الكفل أشار إلى عجزتها بعياذ بالله أيباع الكفل فقالت عم قريب تنتظر موت الزوج عم قريب فسمع فغضب فقال لأمه هات السيف فلما أعطته السيف سقط السيف من يدي فقال هذه الأبيات قال أرى أم صخر عن أمه أرى أم صخر لا تمل عيادتي وملت سليمة مضجعي ومنامي فأي مرء ساوى بأم حليلة فعاش إلا عاش عن أذن هواني لقد أنبهتي من كان من لعمري لقد أنبهتي من كان مني نائما وأسمعت من كانت له أذناني أهم بأمر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزواني الله الله كبر الشاهد قال فأي مرء ساوى بأم حليلة وعاش إلا عاش في أذن وهواني أهو بدو كون في ميزان نرجع لك الميزان ورفس ماء رفعه ووضع الميزان وجب الميزان وبرك الله فيك شيخنا نحن معنا وقت أكثر من هيك الله بإذن الله لكم في حلقة القادمة جزاك الله خير وشكر لكم موصولة عزائي المشاهدين نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة لكم مني أنا محمد العادي ومن شيخنا ومن فريق البرنامج أجمل وتحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة